بداية شكر الكبير لجمهور نادي تشرين الكبير وبشكر الإدارات السابقة لكل ما قدموه لنادي تشرين والرحمة لروح الكابتن طارق زيني بعد استقالة الإدارة السابقة والفراغ اللي حصل في النادي بنشكر القيادة السياسية والرياضية وجماهير نادي تشرين على السيقة اللي وضعت بالإدارة التسيير للأمور رغم الظروف الصعبة مهمة صعبة جدا وما هي هذا الشيء ما هو غافل عن أي أحد الظروف الاقتصادي اللي عم تمر كمان فيها البلد والله يفرج على الجميع بداية أنه عملنا اجتماع نهنى مع اللعيبة اجتمعنا باللعيبين أنا للأمانة اتفاجأت باللعيبة أنه تعاقدات لا تتجاوز خمس تعاقدات مع احترامي للتعاقدات اللي قامت فيها الإدارة السابقة لكن تعاقدات غير كافي حتى للبقاء في الدورة الممتاز ما ادخرنا جهد بالتعاقدات اللي أشار إلى الكابتن ماهر البحري طبعا نحن الجانب الفني كإدارة ما ادخلنا فيه نهائيا وما أشار المدرب إلى أي لعب إلا بزلنا قصار جهدنا لنتعاقد معه رغم الظروف كانت المادية القاسية جدا نحن قلنا رح نشتغل ونحط إيد بإيد بالإمكانيات الموجودة ورغم ذلك أملنا تعاقدات هي معروفة للجميع تعاقدات على مستوى المنافسة على بطولة الدورة وليس البقاء في الدورة أزلنا بعض الصعوبات المادية اللي كان متعاقدين الإدارة السابقة عليها أنا بدي أذكر العقود والتعاقدات تعاقدات مدفوع مقدم عقد فقط كان للاعبين أي من عقيل وليس عليه تعاقدات الجديدة إبراهيم عالمي حميد ميدو كامل كواي سائر كرومة بالإضافة للتعاقدات الخارجي اللعب المالاوي واللعب الكاميروني في فترة زمني ما بتخفى عن أحد أنه 25 يوم غير كافي لتحضير فريق منافس على الدرجة الأولى خيارات المدرب كانت ضيقة جدا لأنه بعض اللاعبين يعطيين كلمة للأندي ومرتبطين مع الأندي فكنا نصطدم نحكي مع اللاعبي يشير إيلو المدرب أنه بدي اللاعب الفلاني نحكي نحن كإدارة نتواصل مع اللاعب يا تزير نقول أنا بس أخلص ارتباطي مع النادي اللي يعطيه كلمة ممكن أنا ارتبط بنادي تشريم اللي حصلنا عليهم بتوقع لعيبة على مستوى عالي سواء هذا هذا الشي بيقدر المدرب طبعا بالمستوى لأي لاعب يعني هلأ ممكن في عندنا نقطة ما تسار والشارع الرياضي أنه بعض التعاقدات الكابتن مهر البحري عبدو يفسخ بعض العقود هذا رأي فني بحث نحن كإدارة ما منتدخل فيه ولا من قريب ولا من بعيد الظروف المادية ما إلى علاقة بفسخ عقد أي لاعب كان من كان لأنه الكابتن مهر ما بيسمح تدخل نهائيا للإدارة ونحن تركنا الشؤون الفنية لأصحاب القرار الفني نحن قلنا علاقة بالأمور المالية فقط بالنسبة للأمور المالية أنا بوعد لعيبة نحن قبل بداية الدورة إن شاء الله 90% الرواتب ومقدمة عقود رغم نحن دافعين 60% لحد 70% من مقدم العقود لكل اللاعب دون استثناء حلما يقوم المدرب بفسخ بعض العقود هذا شأنه الفني وليس المادي نحن كإدارة كتسيير أمور قلنا هلأ شهر ما قدرنا نجيب عضو إدارة ما قدرنا نشكل إدارة والأبواب مشرعة مفتوحة للجميع لأي واحد بيقدر أنه يجي أو عنده القدرة حتى القدرة المادية البسيطة جدا 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 بس ينكمل فيها إدارتنا يعني نادي تشيرين هو النادي الوحيد اللي لحد تاريخ اللحظة ما تشكلت إدارته وكل واحد يعني مشكورين المغتربين قدموا جمهورنا المغترب قدم اللي في عليه من المساعدة وجمهورنا الموجود في سوريا بنوجه له تحية واللي هو اللي كان السبب الرئيسي في وجودنا نحن في الإدارة ومحبتنا لهالجمهور هي اللي كانت هي اللي بقتنا لها تاريخ اللحظة بالإدارة لأنه بنعرف نحن أنه بالوقت الصعب جدا 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 لا يمكن واحد يقدر يشيل لحاله بنادي نادي كبير نادي بطولات نادي بطولات وقاعدة جماهيرية كبيرة هذا النادي لازم نحافظ عليه لازم تتظافر الجهود لازم نكون نحن كلنا كأيد وحدة الحمل على الجماعة خفيف بالنسبة للشركات الداعمة ما فيه أي شيء الشركات أي فيه أي سبونسر بالسسناء شركة الجهود اللي عملنا مع عقد 250 مليون دفع أولى 50 مليون وكل شهر 30 مليون فقط داعمين مشكورين بعض الناس ذكرناهم على الصفحة اللي قدموا دعم إمكانياتهم مشكورين نتمنى نكون كلنا أيد وحدة نلتف حول هذا النادي النادي الكبير اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة هالجمهور بيستاهل منا التضحي بيستاهل منا نوقف معه يعني دائما نحن بدنا نرد نركز أنه على الجمهور الجمهور هو اللي السبب بوجودي هلأ أنا والإدارة بهالموقع بهالمهم الصعب اللي ما بتقفى على حدا ونحن ملمين برجع بيقول أنه نحن ملمين بالواقع الصعب بالواقع المرير اللي ما عم نعيش فيه بالنسبة لواقع الفئات العمرية واقع الفئات العمرية أوليناه الاهتمام وأوكلنا مهمة تعيين الكوادر الفنية للكابتن عبدالقادر كردغلي دون تدخل الإدارة بأي اسم مدرد طبعا الإدارة هون مهمتها مراقبة نتائج الفرق للفئات العمرية ومحاسبة كل مقصر فقط وكذلك الأمر بالنسبة للرجال ما تدخلنا نهائيا نحن كجمهور وكإدارة حقنا بس نشوف النتائج وإن شاء الله تكون نتائج مشرفة ونتائج كويسة وبالنسبة للفئات العمرية رح تاخد مننا كل الاهتمام سواء بالبراعيم وهذا الشيء شافوه بتوقع الجمهور تواجدي مع البراعيم مع الأشبال مع الناشئين مع الشباب أضافوا لأن الأولومبي بالنسبة للفريق الأولومبي رح يلقى كل الدعم والاهتمام لأنه مخزون لفريق الرجال ونحن بذل ما نستخدم لعيبي من خارج النادي نحن بكون هذا رصيد للنادي في نقطة كمان بنشير إلى بعض الناس عن تسأل أنه وين لعيبة الشباب نحن لعيبة الشباب لعيبة الأولومبي تم استدعاءهم من قبل كابتن مهر البحري في فترة الاختيارات والتحضير للدورة وقع خياره على بعض اللعيبي وبعض اللعيبي تم استبعادهم هذا رأيه نحن مقول كإدارة ما تدخلنا به الأمر نهائيا استبعد بعض اللعيبي حتى نحن في فريق الرجال ممكن يوقع لهذا حاليا نرجع على فريق الرجال لأنه هم الأكبر والاهتمام الأكبر فريق الرجال في الكابتن ماهر يجري بعض المباريات التجريبية ويوقع خياره على بعض اللعيبي اللي بده يكون هم عماد الدوري وفي بعض اللعيبي يمكن استبعاده هذا رأيه والرأي فني فقط وليس مادي كما يشاع في الوسط الرياضي أنه يفسخه من أجل الحفاظ على الكتل المالي هذا الأمر مستبعد نهائيا وكل ما يتناقل في الشارع الرياضي على صفحات الفيسبوك هو مصداقي وبنتمنى من الصفحات التقصي التحري ويشتغلوا بإعلامية يعني أنا بدي أذكر أحد الحوادث يبحكي معي أحد الأصدقاء بفسخ لعب أيمن عقيل عقده بسأله وين المصدر بيقل الصفحة بقل مردة ليه ارجع على الصفحة خليها ترجع يعني يعني نحن ما بدنا نتناقل الأخبار ونشوش على اللعيبة أخبار بتضرب في مصلحة النادي يعني بيكفي البعض ما عام يوقف مع النادي ماديا اللي مقددر ماديا أنا ما أحكي ما أنا ما أحكي على الجمهور الإمكانيات المادية البسيطة لا أنا بعرف فيه جمهور ومقددر وكما أشار السيد الرئيس اللي نقطط اللي بدنا المال الشجاع المال الجبان ما بدنا المال الشجاع اللي يوقف مع البلد سواءنا رياضيا ولا اقتصاديا ولا بكل مفاصلة ما ندخل بنقاط تاني خارج عن الرياضة بالنسبة للاستثمارات البنادي معروف للقاصي والداني إنه متعاقد عليها وما في عنا عائدات نهائيا وبتمنى إنه باب النادي مفتوح للجميع بتمنى من الناس المختدرة اللي فيها بتوقف مع هالنادي أبواب النادي مشرعة برد بأكد بنهاية حديثة بوجه تحية كبيرة لجمهور نادي تشرين الغالي على قلبنا وبتمنى منه الالتفاف نحن كلنا كأيد وحدة حول هالنادي الغالي على قلبنا ونوصله النادي لبر الأمان بإذن الله وبر الأمان بدنا نوصل للبطولات بإذن الله ونحقق النجم السادسي بعونه تعالى بمحبة الجمهور الكبير بالإرادة القوية بتوفيق من رب العالمين بإذن الله ترجمة نانسي قنقر